موسيقى 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 حياكم الله وما كنتم مشاهدين الكرام هذا مجز لأهم الأنباء قال المبعوث الأممي سوريا جير بيدرسون إن اللجنة الدستورية السورية قادرة على تجاوز عقبات بدعم من روسيا وآضف بيدرسون خلال لقاء جمعه بوزير الخارجي الروسي سيرجر أفروب أنه يجب تهيئة الظروف لإعادة المدنيين السوريين إلى مناطقهم وأشار بيدرسون إلى أنه سيزور دمشق الأسبوع المقبل لبحث الملفات العالقة أصدر فريق منسقه استجابة سوريا بيانا أحصى خلاله أعداد الضحايا المدنيين خلال الأيام العشرة الأخيرة من الحملة العسكرية للنظام وروسيا على شمال غرب سوريا في تصريح لقناة حلب اليوم قال مدير الفريق محمد حلاج إن أكثر من 120 نقطة موزعة بين حلب وإدلب وحمى تعرضت للقصف من قبل النظام وروسيا وعلفت الحلاج إلى أن أعداد الضحايا بلغت 84 ضحية بينهم 32 طفلا أفاد مراسل قناة حلب اليوم بأن ناشطين من مدينة إدلب نظموا مظاهرة عقب صلاة الجمعة لتنديد بالحملة العسكرية على مناطق الشمال السوري المحرق وقال مراسلون إن مظاهرة أخرى خرجت في قلية السلامة بريف حلب الشمالي رفع خلالها المتظاهرون لافتات تدعو المجتمع الدولي للضغط على النظام وروسيا للتوقف عن قتل المدنيين وتهجيرهم من بيوتهم أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام في بيان على صفحتها في فيسبوك أنها رصدت صفحة على فيسبوك باسم سوق دمشق المركزي تنشر أخبارا ملفقة عن سعر صرف الليرة مشيرة أن الصفحة تدار من شخص من أصحاب الصوابق ويقيم خارج سوريا منذ عام 2015 وأشرت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق مذكور أصولا فيما سخر متابعو صفحات النظام من إعلان الوزارة وربطها لانهيار الليرة بصفحات الفيسبوك والأسعار المعلنة عليها قال مرأس القناة حلب اليوم أن مسلحين مجهولين قاموا بالهجوم على حجز للمخاورات الجوية التابعة لقوات النظام بين بلدتين سيل وعدوان غرب درعا موقعين جرحا في صفوف قوته وأضاف مرأسلنا أن عبوة ناسفة زراعها مجهولون انفجرت في أحد المقارات التابعة للفرقة الرابعة قرب مشفى درعا الوطني دون أن تسفر عن سقوط إصابات وتشهد درعا توترا أمنيا وهجمات متفرقة تستهدف حواجزا للنظام وفي خبرنا الأخير قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إن العاملين بالهيئة الأممية لا يستخدمون تطبيق واتس أب للتواصل لأنه غير مصنف كآلية آمنة على حد تعبيره وأكشف حق أن التعليمات بعدم استخدام واتس أب صدرت لمسؤولي الأمم المتحدة في حزيران من العام الماضي من جهتها ردت شركة واتس أب على خطوة الأمم المتحدة قائلة إنها تقدم ختمة آمنة لأكثر من مليار ونصف المليار مستخدم حول العالم نهاية المجز وتتابعون برنامج بنا التحدي بأمان الله اشتركوا في القناة